بقى الفنيات شوية مواجهة جديدة ومضغوطة أمام الداخلية الحقيقة خليني نتكلم بشكل عام عن هذه المواجهة طبعا هي مواجهة على الورق تبدو غير متكافأة ما بين فريق بيصارع على القمة وفريق بيصارع على البقاء في الدوري وفرصيته صعبة لكن الكرة في الآخر برضو بنرجع نقول إن الكرة في الآخر 90 ديئة هم عندهم أو نادي الداخلية عنده دوافع كبيرة جدا إنه هو يحقق نتيجة حتى لو اللعيبة شايفة إنها خلاص الموسم بالنسبة لها أنتها إنه ما فرصة مباراة الأهلي مباراة كبيرة اللعيبة تسوق نفسها فبيبقى فيه دوافع بيعرفوا يخلقوا لنفسهم دوافع إنهم يقدموا مباراة قوية النادي الأهلي لازم يستمر في حصد النقاط إذا كان يريد الفوز بهذه البطولة فضغط المتشاط أمر طبيعي خلاص يعني إحنا أمر مسلم به زي ما بنقول الأهلي عنده هيفضل في السيركل دي لحد الموسم ما يخلص ضغط المتشاط نلعب كل 48 ساعة وكل 72 ساعة تخلص المتش استشفى تمرين متش استشفى تمرين متش وهكذا هنفضل كده لحد آخر الموسم اللعيبة أظن إن هي في السنتين تلاتة اللي فاتوا يتعودوا على هذا النوع من الضغوط وتوالي المباراة وإن هما يكونوا عقليتهم وذهنهم أجهز في الفترة دي من الموسم وهي فترة صعبة وحرجة عندنا غيابات كتير مش قليلة لكن إن شاء الله نقدر بكرا إن إحنا نفوز ونحقق تلاتة نقاط مهمة عندنا ماتشين قبل ماتش بيرامدز اللي هو هيكون أهم مباراة في المرحلة دي في صراع القمة يعني فأنا تمنى إن شاء الله إن إحنا بكرا اللعيبة تقدر تحقق نتيجة كويسة مش طلبين أداء كبير زي ما حصل ماتش اللي فات شوفنا شرط حلو وبعدين أداء اقتصادي تجاري جدا في الشرط التاني ده هو المطلوب في المرحلة دي تقدر تخلص بدري كل ما تقدر تخلص المباراة بدري وتخلصها أول ثلاث ساعة أول نصف ساعة وترتاح بعد كده ده هيكون شيء عظيم جدا لا بالزبط كما مش يعني ما عنديش إضافات كتيرة قوي ممكن نستعرض حتى يعني نفكر إن إيه سخرية القدر قوي يعني زي ما بنقول كده إن الدخلية إحنا لسه تقريبا ملعبينهم قريب فالأمور برضه يعني مفيش مفاجأة مفيش تطور كبير حصل لكن نقدر نقول إن بعد مباراة الآلي تقريبا الدخلية يعني مخسر شوكي سب زد واحد صفر وتعادل مع الاتحاد السكندري واحد واحد جايبين إحصائياتهم في المباراتين دولي يعني هنلاقي برضه إن هي نفس فكرة الدخلية الاستحواذ عندهم مش أعلى حاجة يعني لو هنبتدي بمبارات زد مثلا اللي هي كانت الأولى كسب واحد صفر هتلاقي نسبة المحاولات بتاعتهم مش كبيرة على المرمى رغم إن هم كسبوا رغم إن هم كسبوا هي الفكرة إن هم بيحاولوا دايما إن رغم إن محاولاتهم أو كوريتهم مش ما بيستحوزوش التسعين دي سبعين في المية أو ستين في المية ما بيعملوش مش عارض محاولات كتير لكن بيحاول من أي فرصة يجيب جون درب الجزاء نجيب منها هدف زي المبارات مثلا أقلي اتنين واحد هم قدروا يتعادلوا من درب جزائي يعني هنا مثلا دي أمام زد وسكا بن إسلام اللي استحواز واحد واربعين في المية المحاولات على المرمى 3 من 12 3 محاولات صحية من 12 من داخل المنطقة عملوا 5 محاولات من خارجها عملوا 7 لمس الكرة داخل منطقة الجزاء حتى تلاقي عدد قليل جدا 9 لمسات دقة التمرير بتاعتهم عاملين 215 تمريرة صحيحة في أمام زد الكرات الطولية بيحاول لعبوها كتير برضو تلاقي نسبة التمريرات الطولية عندهم 28 من 83 مش كبيرة قوي الكرات العرضية اتنين كرات عرضية صحية من 8 الدفاع عندهم حتى الانترسابشن 6 اعتراض الكرة بشكل ناجح او الكرة التانية 55 التشتيت 26 تصديات النجحة للحارس 4 تصديات نجحة فده معنى برضو ان هو قدر ان هو يحافظ على الكلين شيت او قدر ان هو يحافظ على فكرة ان هما يخرجوا منتصرين فأرقامه مش افضل يعني مش كبيرة وده للتحاد السكندري وده للتحاد السكندري اعتقد المباراة دي خلصت واحد واحد نسبة للسحوات قلت نسبة المحاولات الصحية على المرمى قلت واحد من 6 هتلاقي برضو بعد كده التمرات التمرات بتاعتهم برضو ومش فرقة تنقلش كتير مش عايزة تستحوز حتى ما بيحاولوش لو هم متأخرين او حاجة فهي فرقة زي ما صابري كده قال هي في الفكه على الورق هي مش في المواجهة مش فتكافة طبيعي جدا هتنزل تقول ان النادي الاهلي المباراة لازم تكون مباراة مضموى ولكن هي فكرة الكورة النهارده هو عنده دوافع ان هو عايز يفزة محاولاتك قلت كده يبقى في الدوري عايز يكسب النادي الاهلي فهم مش خسران حاجة المباراة حتى الاولى اللي هي اتنين واحد المباراة دي ممكن تقعدوا بالزبط كده لانه بعدها كمان من دفعة معنوية ما بعدها اهم من التلات مباراة واعتقد عنده عدد مباريات مع فرق ممكن تكون جنبه اه يعي من فرق برضه ممكن يبقى فيهم ثلاث ماتشاط مع فرق قريبة ليه فلو وقعهم هم يقعوا يستفيد فلا النهارده هي دي الدخلية في قبل المباراة الاهلي ده كان شكلهم التشكيل بتاعهم برضه ما بيختلفش كتير بيلعبوا خمسة وراء كابتن اسلام الاسامي هي معروفة تغييرات محدودة جدا في تشكيل الدخلية فهي مواجهة اتمنى ان النادي الاهلي هتعامل معها زي ما هتعامل مع مباراة الجيش صحيح مش زي ما هتعامل مع مباراة الدخلية الاولى لان برضه الانتصار جيمة اخر فهي دي الفكرة بس